شدد سامح شكري وزير الخارجي على أن آلية العمل الثلاثي التي تجمع مصر والعراق والأردن هدفها تعزيز الروابط القائمة بالاعتماد على التكامل بين الدول الثلاث في مؤتمر صحفي ثلاثي وعقب المحادثات التي جرت في عمان قال شكري أن التضامن والعمل بين الدول الثلاث يحقق المصلحة والأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن تعزيز الفرص الاقتصادية آلية العمل الثلاثي آلية في المقام الأول الهدف منها هو تعزيز الروابط القائمة بالفعل فيما بين الدول الثلاثة الاعتماد على التكامل الذي يقوم فيما بينهما والفرص المتاحة الاقتصادية وأيضا المجال للتنسيق والتبادل الرؤى اتصالا بالقضايا الاخليمية والتحقيق الاستقرار والعمل المشترك على تحقيق المصالح فيما بيننا نحن بفضل توجيهات القادة نعمل على توثيخ هذه العلاقة على استكشاف موادع التعاون التي تسب في مصلحة شعوب البلدان الثلاث ونستمر في أيضا العمل على التنسيق الوسيق ودعم العراق